دعاة إلى الله تسلقين أبا القاسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة المسلمون والأخوات المسلمات ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة من دروس برنامجكم الموعظة الحسنة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي علي رحمة الله كنا في حلقة ماضية تكلمنا عن شيء من ما يتعلق بالاستقامة وعرفنا أن الاستقامة أمرها جليل عظيم وهي من أعظم المنن على العبد إن هو وفقا لاستقامة وعرفنا أن ما تكون به الاستقامة وما تكون فيه الاستقامة وكنا قد تطرقنا إلى تفسير قول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وصلنا عند قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت وعرفنا كما أمرت معناه المتابعة والسير على طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأما قوله جل وعلا ومن تاب معك وصف الله جل وعلا المؤمنين هنا بالتوبة مع أمرهم بالاستقامة وهذا كقول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا إليه واستغفروه أمرهم بالاستقامة وأمرهم بالاستغفار هذا يدل على أن المسلم حتى ولو كان على جانب من الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى فهو محتاج إلى التوبة والاستغفار لما؟ لأن البشر من شأنه الغلط ومن شأنه الخطأ والسهو والنسيان من شأنه الغفلة من شأنه التقصير ويجبر كل هذا أن يستغفر المسلم يستغفر المسلم ربه جل وعلا وأن يتوب إليه وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب وصفهم بالتوبة والتوبة كما عرفنا التوبة من شأن المؤمن المؤمن يتوب إلى الله جل وعلا كما في قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فحتى ولو استقمنا على دين الله ومع ذلك نحن نحتاج إلى الاستغفار نستغفر الله تبارك وتعالى وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر في اليوم أكثر من سبعين مرة وأكثر من مئة مرة قول الله جل وعلا ومن تاب معك كلمة معك استفاد بعض أهل علم فائدة طيبة أدى النبي صلى الله عليه وسلم كان خير قدوة لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وكان خير جليس وكان خير صاحب في هذا إشارة إلى أن الرفقة الصالحة الطيبة ومجالسة الصالحين من أعظم أسباب تحصيل الاستقامة والثبات عليها فأقول أخي المسلم اختر الرفقة الطيبة اختر الجلسة الصالحين الذين لا تشقى الذين لا تشقى بهم الذين يذكرونك إذا غفلت يعلمونك إذا جهلت ينبهونك على الأخطاء ينصحونك يخلصون لك النصح هؤلاء هم الرفقة الطيبة فأنت إذا فعلت ذلك بإذن الله تبارك وتعالى تستقيم على دين الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقول المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل والله جل وعلا يقول خاطب نبيه أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وأنصحوا وأنصحوا الأباء والأمهات عليكم أن تعتنوا بأبنائكم وأولادكم من هذه الناحية أن تنظروا في أن تنظروا من أو في من يجالسون تنظرون أو عليكم أن تختاروا الرفقاء الصالحين أو تنصحونهم بأن يختاروا هم الرفقاء الصالحين ويجالسونهم لأنه كما يقال الصاحب ساحب كم من أولادنا وبناتنا ابتلوا بآثات وابتلوا بمعاصي كان سببها الرفق السيئة والعياذ بالله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو الطغيان هو مجاوزة الحد ومجاوزة الحد إما بالنقصان وإما بالزيادة فالنقصان باب التفريط والتضيع والزيادة باب الغلو والإفراط ودين الله وسط بين الغالف والجافع دين الله وسط قد تقول كيف أحقق الوسطية التزم التزم بالمشروع لو أن الإنسان المسلم أخذ على نفسه في باب الديانة أن يلتزم بالمشروع تحصل له هذه الصفة لهي الوسطية كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة فلا إفراط ولا تفريط وهذا من معان لإستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو أي لا تجاوز الحد كما وضعت إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير البصير من أسماء الله جل وعلا فالله عز وجل يبصر أعمال عباده ويعلم أحوالهم ويعلم ما في قلوبهم واستدله العلم بهذه الآية إنه بما تعملون بصير على ضرورة تحقيق الإخلاص لله جل وعلا في أمر الدين أنت إذا استقمت استقم لله لا تريد ثناء من الناس ولا محمدة ومن هنا فسر بعض السلف الاستقامة عدم المرآة تسر الاستقامة أن لا يرأي المسلم بعمل أحد من الناس أي كان بل لا يريد إلا وجه الله لأن الله بما تعملون بصير بما تعملون بصير استشعر واستحضر الإخلاص أو في مقام العمل الصالح الإخلاص لله رب العالمين إنه بما تعملون بصير الإخلاص لله جل وعلا لأن الله مطالع على الأعمال ولتعلم أخي المسلم لتعلم أختي المسلمة أن الإخلاص لله تبارك وتعالى من أعظم الأمور التي تثبت المرأة على الطاعة حتى يموت على الخير بإذن الله جل وعلا إن لم نقل هو أس الثبات إخواني أخواتي ما لنا من الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى والثبات عليه بد لأننا أمرنا بذلك ومن استقام على دين الله تبارك وتعالى فليبشر بقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وليبشر بقول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة جزاء خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ومراته وأن يوفقنا للاستقامة على دينه والثبات على ذلك حتى نموت لا مبدلين ولا مغيرين إنه ولي ذلك والقادر عليه إخواني أخواتي لقد قلت هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه والغفور رحيم وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله جل وعز من دروس برنامجكم الموعظ الحسنة من رياض الصالحين إلى ذلك من عهد والحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاة إلى الله تسمو بهم رسالاتهم فيه في سمى الخالدين